يقف سكان الأحياء الفقيرة في ريو دي جينيرو أمام خيارين لا ثالثة لهما إما الخروج والتعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا أو البقاء في المنزل ومواجهة احتمال الموت من الجوع هنا يعمل الكثير من الناس لحسابهم الخاص في تصفيف الشعر وتقليم الأظافر وجمع علب لإعادة التدوير وفي مواقف السيارات أو على الشاطئ كل هؤلاء محرومون من الدخل حاليا ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة حي سيتي أوف جاد أو مدينة الله هو لقب الحي الذي يضم مدن الصفيح في غرب ريو دي جينيرو الواقع قرب الاستاذ الأولمبي الذي استضاف الألعاب الأولمبية في العام 2016 وأصبح الحي شهيرا حول العالم بفضل الفيلم الذي حمل اسمه عام 2002 وتعد إجراءات التباعد الاجتماعي الموصبها لمنع انتشار الفيروس تحديا يوميا في هذه المناطق المكتظة التي لا يمكن لمعظم سكانها كسب لقمة العيش إذا ظلوا معزولين الفقراء ليس لديهم دخل في أوقات كهذه لا يستطيع أولاد العمل إذ لا يمكن العمل في قطاع النقل والجميع في حاجة إلى المساعدة نطلب المساعدة من كل من يستطيع أن يوفرها وتجمع الأحياء الفقيرة ما يقرب من ربع سكان مدينة ريو دي جينيرو أو مليون وخمسمائة ألف شخص يعيش معظمهم في ظروف غير صحية